مشكلة ليست بالجديدة طرأت على الانبارين بعد انتهاء العمليات العسكرية في محافظة الانبار الا وهي مشكلة تشابه الاسماء الثلاثية والرباعية والتي اقتيد بسببها العشرات الى السجون ثلاثة اشهر قضاها شاب احمد خلف القضبان الذي اعتقل بعد اشتباه اسمه الثلاثي مع احد المطلوبين للقضاء انا عندي تشابه بالاسم الثلاثي ومرتين اعتقلتني القوات الامنية بسبب التشابه واخذوني من مركز لمركز تسفير ولحد ما اكلي شهرين ثلاثة شهر واني من اصحاب الدخل المحدود يعني انا اطلع مثلا سايق تكسي اشتقل اجيب وقوت العائلتي واذا ما اطلع ما اشتقل ما اجيب اي وقوت العائلتي فياخذوني تسفير شهرين ثلاثة هاي شغلة مرتين او ثلاثة تكررت والله ايه لما اصل المكان اللي يريدوه شا يقول والله لا هاي مون تلمعني اكو قيرك يعني هم هيش اسم بس ذاك تختلفون انتو يا بالرباعي باللقب اقول لي يا با انا شين هذن بلعد انا منتاخذني تسفير شهرين ثلاثة وعايف عائلتي وعايف يعني ما يصير هيش شي هذا يعني اعتبر شون يعني شغل الظلم جسام محمد مواطن اخر من محافظة الانبار يروي قصة ابنه طالب الكلية الذي اعتقل في احد السيطرات في بغداد بعد ان تشابه اسمه مع احد المطلوبين الذي تم سجنه في احد الزنزانات بالعاصمة العراقية بغداد ابني طالب كان يدرس طالب كلية مرحلة رابعة راح داي يروح للكلية ما لتلزمو انزل دقو حاسم اسم التشابه واربع تيام انا ما اندلوين خلاص ورا الاربع تيام بجهود الناس الطيبة والعلاقات يا الله اقدرت اعرف انه ابني بالامن العامة على شارع القناة هناك مسجون يعني دائما دائما المرات يقول يا ابا تعال غير لي اسمي ولو يرهمه غير له غير له لان اسمه صار نغمة عليه يعني لازم نسمي اسماء غريبة ما انزل الله بها من سلطان وتطالب حكومة الانبار وزارة الداخلية والعمليات المشتركة والوكالات الامنية بالاعتماد على المعلومات الكاملة للشخص المطلوب وافقا للمستمسكات الرسمية وبما يكفل عدم زج الابرياء في السجون من محافظة الانبار احمد الحمداني قناة التغيير